وحنستخدم بقى النهاردة تركيا جامدة جدا درين يا جماعة عاملين فانيليا بالبرتقان طحفة رهيبة فحتدي للشرباط طعم وهمي مش بس طعم الفانيليا احنا عادتا بنحط في الشرباط فانيليا يتخلي طعمه حلو لا ده كمان هتدي له ططش كده برتقان رهيبة هتعجبكم جدا 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 فما عندكوش فكرة يحتبقى وهمية زي في الشرباط وحتودي الكونافة دي في حتة تانية خالص واتمنى حقيقي انكم جربوها منتج جميل جدا ومميز جدا وفكرة حلوة قوي ان تبقى فانيليا متنكهة بالبرتقان الناس بقى اللي بتحب طعم البرتقان في كيكاتها استخدموا الفانيليا دي بدل الفانيليا العادية وجربوها بجد مش هتندموا ابدا على التجربة رشحة جدا هنعمل بيها ايه؟ هنعمل بيها الشرباط اللي هنسقي به الكنافة تعالوا نحط الشرباط على النار وبعد كده نرجع احكو نزبط في صناية الكنافة الشرباط هيكون كبايتين من السكر هنحط كمان معاهم كبايتين من الميا هنحط ربع كباية من عسل الجلوكوز عسل الجلوكوز حلو قوي موجود عند كل العطارين ومحلات مستلزمات الحلويات دلوقتي بيخلي الشرباط يزبط جدا ما بيخليوش يسكر خالص الناس اللي عندها مشكلة ان الشرباط بيتقل بيسكر بيعمل مشاكل كلها عسل الجلوكوز بيحلها فاتمنى انكم كده على اول رمضان تجيبوا برطمان هو مش منتج غالي خالص وتستخدموه في الشرباط بتاعكم بيبقى ماسك كده شوية فهنسياحه دلوقتي باستمنى الشرباط على النار هفضل بس كده ايه اقلب بالمعلقة دقيقة بس يسيح الجلوكوز اللي على المعلقة ماسك بصوا يسيح اهو على طول ندي تقليبة سريعة ومع الحرارة بينزل من على المعلقة على طول ويبقى تمام مش المعلقة هنا خلاص نزل من عليها عسل الجلوكوز كله تقريبا وبيدوبها مع الميا والكنافة بنعمل لها شرباط متوسط لا تقيل قوي ولا خفيف قوي حاجة دلوقتي اخد باكت من فانيليا البرتقان من دريم هفتحه يلا بينا هنفتحه وهنحط بالقدر اللي احنا عايزينه فضيعة حلوة حلاوة انا بحط نص الكيس تقريبا على كمية الشرباط اللي انا حطتها دي هتكون اكتر من كفاية لان هي ما شاء الله راحتها قوية جدا وطعمها قوي مش بتحتاجه اكتر من كده علشان تصبط معاكم الفانيليا دي هتصبط لي طعم الشرباط هتوديه في حتة تانية خالص انا حسيبه يغلي وتعالوا بقى نعمل الكنافة لحد ما هو يغلي الكنافة يا جماعة عايزين بقولة كبيرة المعتاد للكنافة ان احنا بنحط نص كمية الكنافة سمنة بمعنى ان انا لو عامل نص كيلو كنافة هحط ربع كيلو سمنة في ناس عندها طريقة تانية انا من الناس دي بحط اكتر يعني ممكن احط النص كيلو الكنافة نص كيلو سمنة بس ايه اللي بعمله بصفيها في الاخر واشيل السمنة دي من الصينية يعني انا بعمل كده عشان تاخد لون دهبي من كل النواحي وتستوي كويس قوي وتبقى كريسبي ومقرمشة من كل حتة بس بعد كده بقوم مصفيها الصينية بقوم ماميلاها كده ننزلها كل السمنة وباشيل السمنة دي وارجع استخدمها تاني في الكنافة يعني انا بتترميش واشيستخدم مرة واحدة فممكن برضو تعمله كده ده هيكون لذيذ جدا وعملي جدا ومفيد جدا انا بحب افرق بجمد الكنافة وبحب افرقها وهي متجمدة تبقى بالقوام ده وبيجي احط السمنة بالشكل ده وابدأ افرق الكنافة بالسمنة لحد ما لاقي كل شعراية كنافة متغلفة بالسمنة تماما هفضل اعمل كده لحد ما الكنافة بتاعتي تشرب السمنة تماما والدوق وتتغلف بيه مش هايز اقول لكم باكل اللي يعدي يقول لي ايه ده الشربات ريحت حلوة اوي كده ليه مشان الفانيليا اللي بالبرتقان طبعا عاملة ريحة فضيعة هشيلو واسيبو ايه ده سانية دي صنية الكنافة اللي انا قعدت افرقها بالسمنة وبعد كده كبستها في الصنية بس كده ده كل اللي عملته الكبسة الكنافة في الصنية وحناخدها دلوقتي ندخلها فورن على درجة حرارة 180 حرارة من فوق وتحت وانا بقول لكم ده احسن تكنيك من وجهة نظري في تصوية الكنافة سمنة كتير كتير واسيبوها تغرق فيها بعد كده صفوها كلها وعيدوا استخدامها في الصنية الجاية بيدي نتيجة ممتازة طيب عايزين نعمل ايه دلوقتي انا طبعا محضرة صنية كنافة عشان دي استحى اللي هتطلع تلحق هتلحق تطلع فمجهزة صنية كنافة من قبل الهوى عايزة قلبها انا مساقتهاش لسا هقلبها على طبق التقديم دي بحاجة نرفع الطبق انتي مش راضية تنزلي ليه استني نفكها يالله بسم الله هرحمه ورحمه زي زي الفل هعمل ايه دلوقتي اول حاجة حسقيها بالشرباط بيبانا الاول انها ما بتتشربوش بس شوية حتتشربو لتغلاقه خالص تسقوا طبعا شرباط زي ما انتوا عايزين بالقدر اللي انتوا عايزينه ده حسب الزوق وانا بحب كده اجيبه من عندها تحت عشان يبقى عقضمة ان الكنافة بتاعتي متشربة من كل حتة بنسيبها شوية بنلاقي طبعا كل الشرباط ده اتشربته وتشبعت ده حلوته وبقت جميلة جدا 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 ممكن نساعد كده ننزل من على الاطراف بس كده الشرباطة ببرتقان ده عظمة وحيجي دلوقتي هعمل ايه هعمل كده هاخد حتة اشطة باي شكل عشوائي كده مش بقعد ازوقها بصراحة ونبدأ نفطها كده كور موضوع شوية قوي يا جماعة يعني هتوعدوش تحن تفو ده حابب بقى يعملها بمعلاية ايس كريم معرفش ايه كان الموضوع مش مستاهل بصراحة ويجي كده اخر واحدة بعد كده هنحط واحدة في النص هجي كده بالكورة دي اكورها كده بايدي واحطها في النص وانا بحب اعملها كده افردها شوية وحقوم حطت شوية مكسرات عند كل كورة اشطة انا حطتها فيبقى كده شكل الصينية ايه طالع من ايد حلواني وهي من ايدكم الحلوة احلى كمان ودي كده صنية الكنافة بالاشطة اللي استخدمنا فيها فانيليا دريم الجديدة اللي بالبرتقان عظمة ايه دي صنية الكنافة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة